سباح الخير진 الرئي� ê شع President المشاهدين اللهارده انا يكون وهو مشكلة معنا kötü الاخلポة عن كل الحلقات اللهارده انا يكون معنا خبيرة التجميل بتونس واستاذة رحيب الاستاذة الرحمة انا ياسف انا بى حضرتك مساء الخير يا سيداني جلي مساء الخير يا محمود منورة مصر يا رحمة منورة بيكم والله يعيشك شكرا يعيشك الله عليك لعافية النهاردة باية الدكتورة الرحمة احنا عايزين نتكلم على كل حاجة تخص الميكوب والبشرة والشعر وكل حاجة هتكلمينا النهاردة عن العناية للبشرة وهتكلمينا للشعر وهنتكلم على البوتيكس والبروتين يعني النهاردة يعني هنستغلك أسوأ استغلاق فانتك النهاردة تستحملين ماشي وأرقام تليفوناتنا طبعا هتبقى على الشاشة عزي المشاهدين اللي عايز يسأل على أي سؤال دكتورة الرحمة هتكون موجودة معنا وهتجاوب على كل الأسئلة اللي حضرتكم هتسألوها دكتورة الرحمة دلوقتي لو أي عروسة بتجهز نفسها الخطوات اللي هي ممكن تقدر تعملها اللي هي تجهز بها بشرتها وتبقى بشرتها ندرة خلال الفترة اللي هي قبل الفرح من يمة البشرة المسقات العناية بالبشرة والله هو في عدة حاجات احنا نعملوها استعدادات العروسة في الأول أول حاجة تعملها هي تنظيف البشرة المسكات عشان الإضاءة بطبيعة تكون نظارة البشرة موجودة أكثر باش وقت اللي احنا نستعملوا المكياج يعطينا هو يعني الرفلال أحلى يعني يكون المكياج لوقت اللي نحطوه على وجه العروسة بالأخص يعني يعني في فرق كبير لما نحطوه على وجه عادي ولما يكون وجه يعني مزيف نظر بقى يعني بالمسكات ضروري جدا ضروري جدا تنظيف البشرة قبل وضع المكياج عندك بقى مسكات معينة في تونس غير مصر ممكن توصف عنها والله هو في أنواع يعني بالنسبة لماسكات يعني الطبيعية حاجات تكون سهلة بقى سهلة يعني حاجات طبيعية اه حاجات طبيعية اه تفضل اه هو في برشة مسكات يعني مثلا اول حاجة نستعاملوها بأقل التفاصيل يعني لتكون موجودة في البيت اه تقشير البشرة ممكن نستعمله حتى بسكر وبون سكر وبون اه ده حاجة جديدة تكون سهلة يعني اه احنا بنتكلم عن حاجات البسيطة في اي بيت يعني تماما بس بوني سادة ولا بحوق يا دكتور اللي عايزة مش مشكلة مش مشكلة هو المهم انه حبات السكر هذوما هما اللي بشي وقت اللي يشيحوا على البشرة يعني ينشف على البشرة اه نعم له يعني مجرد حركات دائرية على الوجه بيتم تقشي اه تدليق دائري بيتم تقشير الوجه ويعطي نظارة نظارة قوية جدا والله بتبان بقى وقتها بتبان في وقتها يعني هي كل المدة بتحطه عشر دقائق اه اه بعد كده بتخسل ماء دافي يعني ماء دافي بتعمله بقى كم مرة في الاسبوع مرتين مرتين بس في الاسبوع اه طبعا يعني زي ما بنقول الشاي وقت اللي ينكثروا منه يتقلب تفضو يعني لزي ما نكثروش اه امور وسط مش برشة برشة نستعملوا عشان دان البشرة ما تتعبش اه عشان عندنا بقى هيليو القهوة والسكر ويفضلوا شغل هو بصراحة هو بصراحة عالم المسكد عالم كبير برشة يعني بحر بخصوص عالم المسكد استاذ الرحمن اسف المقاطع حركة ايه الاساليب الجديدة في المجال التجميل في تونس اساليب يعني عموما ولا بالنسبة حاجات حديثة اه طبعا احنا ما نعرفاش هنا في مصر والله انا الحاجات الحديثة يعني اخر صيحات الموضة عندنا هي يعني شن يونيت تسريحات الشعر 3D طريقة المكياج طبعا اختلفت يعني عن الاعوام اللي فايتت في عدة طرق جديدة وطبعا على حسب شكل وجه العروسة على حسب شكل عينها شفايفها في مثلا عرائس احنا بننصحهم يستعملوا مثلا فيلر بتكون يعني الشفة بتكون مليانة بتعطي بتكون مبرزة اكثر بتعطي منظر احنا يعني عندك يا دكتورة الميكوب بتستعملوه على حسب شكل البشرة يعني مش اي ميكوب بتخط اكيد شكل الوجه وشكل العين تحديدا يعني من عين لعين مش زي ما نقدرش نحط نفس المكياج على نفس العين مثلا العين الزيقة ما نحطش عليها الانوان الغمقة بتزيد يعني تزيق اكثر يعني المفروض احنا نحطوا عليها ألوان فتحة عشان نبرزها وخاصة يعني مع الهيلايتر والحاجات الجديدة هذوما يعطيه اضاءة وانا بحب دي ما انه لما تكون واحدة مثلا عينيها صغير يعني نحطه ألوان فتحة ونبقى نغمق في الشفيف اه ولما واحدة تكون عليها واسعة يبقى العكل نكبر فوق ونصغر تحت نصغر تحت ونكبرت اه بتفرق من بلد لبلد بالنسبة بالمكياج يعني الصمرة شوف هو هستأذن حياتك بس معنا مكالمة ألو نيش تفضل حديثك اه المكياج بالنسبة للدول العربية يختلف من بلد لبلاد يعني مثلا يعني الشكل بيختلف الشكل التونسي غير الشكل المصري غير الشكل الياباني لا طبي بني لا أنا قلت بدول العربية على فقر ما حاجة بدول العربية يعني انا مثلا اتعاملت بحكم شغلي في تونس يعني بشتغل في لجنة تنظيم مهرجانات تونس فبنعمل مهرجانات بنتقابل من كل دول أنحاء العالم مش تونس ولا مش العرب بس حتى الدول الأجنبية فمثلا بالنسبة للدول العربية مكياج مثلا تونس قريب على مصر ما فيش فرق كبير بس مثلا لما تحطيه مع الدول الخليجية أو العراق مختلف تماما طب وهل بقى الستة التونسية تعادل الستة المصرية؟ طب في ايه؟ يعني لا أنا ما بتكلمش في مكياج في الجمال طبعا طب صراحة أنا بعتبر تونس ومصري واحد طبعا دولة شكيكة طبعا رد جميل بصراحة يا دكتور كان هيوحعك في الغلط لا لا خالص صدقني لا بحكم أن حدريك أنا بتشتغل في مجال التجميل وحدريك خبيرة فيه وأكيد حدريك فيه دورات موجودة يعني اللي بيساعد حضرتك في الميكيب الستة المصرية أو الستة التونسية؟ والله عم جي أنا بالنسبة ليه واحد أنا يعني اتعاملت مع المصريين أنا مع حاجة البشرة آه طبعا وفيه نقطة مهمة أنا عايزة أقولها يعني بالنسبة ليه أنا أي وحدة تدخل مجال التجميل لو عفوا بنقصين الكلمة دي ما عندهاش ذوق ما تقدرش تنجح ما تقدرش تنجح طبعا أكيد يكون لها ذوق أكيد يعني لازم يكون في عندها ذوق في تنسيق الألوان في طريقة دمج الألوان معها بس في داخلة تلفونية أكيد ألو ألو سلام عليكم وعليكم سلامة لبركاته أهلا بيك أهلا بحضر يا أستاذ محمود نورين كلكم ربنا أعزك مين معينا فانديم أيات أنا وسعنا أستاذ عيات تفضلي أهلا بحضر بك منورة عيات أهلا بس أهلا أستاذ النجلاء حريف لمنورة تنيا كلها أنت سلمت على أستاذ محمود ما سلمتش عليا فقلت أنا ما أقول لك يعني لا والله يقول لكم نورين ربنا أعزك ربنا أخليك تدالي سؤالك يا أستاذ دعيات أنا كنت أعزك يا أستاذ رحمة أنا في الوقت عايزة أعمل في شعري حاجة لإصلاحه وخصوصاً أنه هو مجهد فإيه أفضل حاجة لبروتين ولا لفوتكس ولا إيه بالظبط شعرها مجهد فخصوصاً أنا كمان عايزة أعمل فيه برضو لون مجهد هو بارشا هو بتقول لك شعارك مجهد ولا عادي لا مجهد مجهد يعني حديك بتسأل السؤال إن شعر حديتك مجهد ومحتاجة تعملي ببوتكس يعني إيه الأفضل لها أنا حديثة أعرف هو مجهد إيه أفضل حاجة تتعملي يعني البوتكس ولا الكرياتين ولا البروتين أفضل حاجة لها ولو عملتهم استبغى تأثر فيه متشكراً أتسألك أستاذ آيات شكراً ولو عملتهم استبغى تأثر فيهم ولا لا؟ عايزة أنصب حاجة لها طيب أنا أحياناً يعني ديني زباين في المحل عندها نفس الوشكلة إنت عندك نفس اللغة زباين يعني بحاول أنصق بين التونسي والمصري يعني ديت مش تونسي الزباين دي مش تونسي؟ لا أبتب إسمائي عندكو؟ عندكو إيه بقى زباين؟ إحنا نستعمل فرنسي برشا إحنا الأغلبين نقولك ليونيت فهمت؟ يبقى مصري حسنا يبقى حدينا في الزباين حضرتك الدكتور أوكي أتفضل أوكي قلنا بالنسبة لل استعمل إيه البوتكس ولا البروتين ولا الـ آه أنا حاجة عيوبك بس هو إنه إحنا بنواجه برشا مشاكل في النقطة هذي اللي هي شنوه؟ خاصة لما تجي نسبون عندها شيب ما تقدرش تستغنع على مستبغة طبعا يعني في واحدة بقولك حتى ولو الشعر تعبينة وهكا ويكون شعرها تيعد ضروري إنها تصبغ شعرها إحنا في الحالة هذي نحاول أن نعمل أقل الأضرار يعني إحنا ممكن أنه نعمل في أنواع مستبغة اللي تكون بيو يعني يعني تكون صحية لفتلة الشعر فح ما تضرش الشعر وما تكسرهوش وما تقطموش ده لو أنا حبينا بصدر يعني نتكلم في التجميل بس معنا وتلفوه ألو؟ 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 أتفضل حضرتك إحنا معنا رابي طب معي؟ أتفضل ألو؟ ألو؟ كنت عايز بس عرف بتعذر أقمر ألو؟ ألو؟ ممكن حاجة تسمعني من التلفوان بعد يزنك؟ ألو؟ 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 أتفضل حضرتك أستاذا نجلق هو الشعر البني يختفع شعر السود؟ يعني اسف شعر البني يختلف عن الشعر Layce يشعر ن احنا بنشكر حضرتك يتفضلي قصة زرها ألو نكمل نحقه على الشعرESS مدمي الي سألك ألو؟ نستعمل صبغة تكون صحية عشان الصبغة عالم كبير يعني مش منتج ولا ثنين ولا أليس ونسب التركيب تختلف بالنسبة لخصف لفتلة الشعر وحتى النوعية نوعية الصبغة في مكونات بتكون فيها ضرر أكثر للشعر اللي فيها البوتاسيوم ديت أو البوتاسيوم اللي بتضر فتلة الشعر عشان كده ماذا بينا ناخذ حاجة اللي تكون معناها طبيعية لما يستعملوا الصبغة يستعملوا الصبغة اللي ما فيها البوتاسيوم اللي هيكون هيعملوا بروتين أو كرياتين خاصة اللي عندها شعارها تاعة برشة يعني من المحبث انها تستعمل حاجة تكون لا يتاعب يعني حضرتك تفسيرها يعني لو ضعيف يعني ضعيف كده ويكون مرهغ يعني شعرة خفيفة لازم أن تكون بالنسبة للكيراتين والبروتين يعني هو أنا بصراحة شخصيا عن دراستي اليوم من الثنين بحبز البروتين على الكيراتين عليش خاطر الكيراتين فيه نسة كبيرة بريسك من الفورمالين والفورمالين نسة كلنا عارفوا اللي هو يضر الشعر يضر الشعر هل هو مادة مسارتين فيه نسة كبيرة؟ اه هو البروتين بيعالج يا دكتورة؟ اه هو الفرق بين الكيراتين والبروتين الكيراتين الخصائص نطيعه هو بس انه يشيل التجايد من شعره واكهه بس بس البروتين لا بنقص من التقصف الشعر بيغذي الشعره يعني فيه حاجات الشعره بتحفير البروتين بيتعمل كم مرة في السنة؟ فيه على حسد فيه شعر بيتعمل له مرتين فيه اللي ثلاثة يعني والبوتكس؟ البوتكس ده بالنسبة لي أنا ثلاث مرات في العمر كله البوتكس؟ اه اللي لأضرار؟ طبعا يعني زي ما عنده حاجات إيجابية عنده حاجات سلبية سلبياته بعد؟ سلبياته يعني فيه لما يتحقن هو عبارة عن حقن البوتكس الشعر والله المرة الأولى والثانية والثالثة بيغذي الخصلات يعني البصيلة بتاع الشعر فيه فيعطي نتيجة إيجابية بس لما نزود يبقى لأ بيبقى بيفتح المسامات بتاع الجلد ويبقى فيه لفاقط بتاع فروط الرأس يبقى بالعكس يعني طالما احنا حنطول الشعر ونغذيها ونسكر المسامات بتاعها حنعمل العكس تماما لو نزود عند ثلاثة مرات حررتك يا أستاذة يعني عاوزين ننسح كل بنت وكل أم وكده رايحين الشغل الصبح وعازين نعملوا ميكب خفيف حفيف تنسحهم بإنين والله حاجة سهلة برشا يعني هو مجرد أنه تحط نقطة صغيرة من الفونديشن على كل الوجه وشوية آي لينر مسكرة وحمرى خلاص كده بالنسبة للمسكوش خفيف دي بقى العبية بتعمل المسكوات الطبيعية اللي حضرتك بتقولي عليها بعدد دي نظرة للبشرة اللي هي نجلق اللي هي البن والن البن والحلال دي لا لا عزا فاهمك حاجة البن والسكر أنت قلت لي حاجة طبيعية من البيت تكون مكوناتها من البيت مش مكلفة برضو مش مكلفة ده بيعمل مش نظا يعني الخصوصية بتاعتها تقشير الوجه لا إحنا عايزين بقى أنت دلوقتي تقول لنا وصفة تعمل نظرة للبشرة بحيث لو البنت حتى رايحة جمعة وحطة روش خفيف كده يبقى وشه برضو نظر وجميل ومن غير ميكوب ولا أي حاجة أوكي أو عندها كتمية ومش تقدر تروح إلى أي كوافير أو كده هو بصراحة زي ما قلنا بل بشفية هذا عالم كبير يعني حتى المسكوش حاجة بسيطة كده حاجة بسيطة ممكن أقل الأشياء تستعمل مثلا عسل يعني ملعقة عسل معاها ملعقة نشا نشا يعني نشا نشا هو ما وقحنا في تونس وكل نشا النشا بقى دوت زي ما هو ولا بيتدوت في مية لا زي ما هو أنت بتحطي عليه مية ورد من أحسن الحاجات اللي بنتعملها مية ورد يعني أخفف النشا مية ورد أه وتحط عليها ملعقة عسل أه وبعضين دول لما بتحطيهم تعملي مثلا التقشير بالتقشير وإحنا قلنا التقشير هيدا بيكون مرتين في الأصباح فقط يعني كل يوم أه لما تحط الماسك هيدا على الوجه بمجرد أنه ينشف ماكسيموم يعني أكثر وقت ربع ساعة ربع ساعة أه وتغسلي بمية عادي مية فترة يعني عادي هيا هتحسي كده بنظرة رهيبة ورطوبة في البشرة طب بالنسبة بقى بردو أنت خطينا بردو تاني للبن والسكر يا دكتورة نعم القهوة وخلاخ احنا خلينا دلوقتي في النشا والعسل النشا والعسل بقى بيعملوا إيه؟ بينشفوا على البشرة وهي بتقشر بشرتها ولا بردو بتقوم بردو لا لا هي بس تحطهم وتغسل عادي احنا قشرنا الوجه خلاص بيعد قدي ايه بقى؟ ربع ساعة أنا قلت لها ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة خمستاشر دقيق كم مرة في الأسبوع؟ ولا عادي؟ هو على قدي ما تحبي ده ما بيضرش مستحبي بقى يتعامل الصبح ولا بالليل قبل ما تنام؟ لا الصبح في حاجات أخرى بالليل ايه بقى الحاجات اللي ممكن بالليل؟ في ممكن تستعمل مثلا زيت الزيتون من أهم الحاجات للوجه زيت الزيتون؟ وخاصة البشر الجيفة وخاصة ما نقدرش نستعمله في النهار عشان الشمس عشان الشمس والتراف والحلات بس زيت الزيتون بيعني بيدي كولاجين للبشرة ده يتعمل ليلي؟ اه زيت الزيتون بيعمل كولاجين للبشرة؟ مش لوحده معها إضافات طبعا ايه هي بقى؟ ما تبخليش علينا يا دكتورة؟ على حسب الوجه والله ما تبخليش علينا يعني قولنا كل حاجة ساعة لو البشرة دهنية؟ البشرة دهنية احنا عايزين حنحط معاها صبون أخضر صبون ايه؟ صبون أخضر صبون العادي ايه؟ ازاي ده يا دكتور؟ الصبون اللي هو تقيبة سلسف اللي ايه؟ ما اعزبهم يعني ايه صبون أخضر؟ هو انا مش عارفه الصبون يعني أصدك بتاع لا سواني وعد اذنك انا مش عادي الموضوع يعني ايه صبون أخضر؟ ما انا مش عارفة اصل بيلك بالمصري صبونة اللي احنا بنغسل بهها الصبونة العادية اللي بتتحط على الحوت؟ اه ولا فيه نوع معين؟ لا هو طبعا فيه نوع معين عشان ده بيكون للا سابون يعني بزيت الزتون يا دكتورا؟ هو دا طب ما تقولي كده يا دكتورا بقى احنا في تونس بنقول عليه كده بتقول عليه الزتون؟ سابون لا ما أنا بجد ما كنتش عارف يعني أسالة سابون أخضر طب ما مش عارف يعني السابون بزيت الزتون هو دا انتو بقيني عندكو أسرف انت مش عايزة تطلعها للمصري لا والله بس أنا لقي صعوبة شوية بين الاني واسطا المعلومة بين التونسي والمصري هنبشر الزتون السابون الأخضر انت مش هتبشري حاجة هي الصابونة كده بزيت هي عليها زيت تستريها كده والله والله فهمت؟ هنستجل حديثك بس معنا مكالمة قالوا شكرا انقتلت تفضل لناس مش مشكلة تفضل طب نسأل حالك سؤال بقى تاني نبدأ بداية عن التجميل ونشوف حالك بداية حضرتك في تونس بدأت ازاي والله هي أول حاجة كانت هواية كنت أنا بعشق المرأة اللي بتهتم بروحها يعني بنفسها بحب الست اللي دايما تكون أنيقة في شكلها في شعرها في مكياجها يعني مش ضروري انه يكون الحاجات هذية نستعملوها كان في مناسبات يعني فما فئة من نيس تقول لك إنما أن نستعملو يعني أنه نعمل شعري أو مكياج لما يكون عندي مناسبة بس أنا ضد أنا بعشق المرأة إنها تكون دايما تبقى متقلقة في كل الأوقات دايما الجماعة الأوقات حضرتك أكيد فلما كانت هوايتي يعني ميوليتي كانت للتجميل وكنت بعشق المكياج خاصة فروحت درست التجميل درست بالدراسة وشوية شوية بعد كده فضلت في الفورمسيونات يعني اللي هي الدورات كل ما تكون في دورة بحضر طيب أنت يا دكتورة لو جات لك عروصة تونسية وطلبت منك حاجات معينة اللي هي أنت يعني تعملها لها تقول لك عمليلي شعري فورمة معينة لا أعمليلي الميكوب بطريقة معينة وانت شايفة كل اللي هي بتقول علي دا مش هينسبها خلص بتكتناع بكلامك ولا أنت بتعمل لها اللي هي عايزة أنا يعني من واجبي أني أقنحها الأول ضروري يعني عشان أبسط حاجة هي لما حتطلع وتكون مش حلوة حتضرب لي اسمي أنا مش هيقتنعوا أنه اختيارها هي حيقولوا يعني دي فلانة هي اللي جهزتها فهمتي؟ فأنا أحاول بشتى الطرق أني أنا أوصلها وأقنحها وأوريها موديلات وحتى لو اضطر الأمر أني أجبها قبل قبل قبلها تست أه عشان هي تكون مرتاحة ضروري جدا أن تكون العروسة مرتاحة والله طبعا أحنا بالفرنسلين ساميوس مادو هزاج يعني تنظيف البشرة تنظيف البشرة تنظيف البشرة ويه يعني هذا يتعد على مراحل أول مراحلة نقوم بها هي تقشير الوجه بس تدوم حاجات يعني بيكونوا عن طريقة منتجات مش حاجات في البيت من استعمالها تمام فيه منتجات خاصة فيه طبعا البشرة الدهنية كيف ما قلنا عندها حاجة خاصة لها والبشرة الجيفة حاجة خاصة لها نعمل تقشير الوجه وبعض التالي هو ده تنظيف يا دكتورة لا ده كده احنا في المرحلة الأخيرة تقريبا ده شد شد للبشرة شد للبشرة يعني الأول حاجة تكون عنا التنظيف بعد ثاني عنا منتج نحطوه على الوجه هذا اسمه تفتيح البشرة يفتح تفتيح البشرة بعد الشد ده لا قابل بعد التنظيف أول حاجة التقشير التقشير وبعد كده التنظيف التنظيف وبعد كده التفتيح التفتيح وبعد كده الشد وآخر مرحلة هي الشد هي الشد إن شاء الله خامري التجميل مرحب بنا يخليك عايشة دي بقى بيبان على طول يا دكتورة بتبني النتيجة على طول من أول جلسة 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 ولو في ترغولات تحت العين أو مبين الخدود من هنا أو في القورة بتشد في كده أو ما بتشدش؟ لا هو شوف فما مرحل أنا شايف اللي هو بصي يعني عند القورة ديت بيبقى فيه هنا بيبقى فيه تجعيد ديت بتشد نحتاج لبوتوكس لما بنتكلم عن التجعيد يبقى بوتوكس يعني الشد دوت ما يشيلش التجعيد؟ هو بنقص منها عشان نبقى واضحين يعني بنقص بس يعني ما يشدش مية في المية ما يشدش منها لا بس ايه؟ بيساعد انه مثلا انه في المرحلة هيدي المنتج اللي حطيناه بش يفتح البشرة عبارة احنا دخلناه جو خلايا البشرة دخل جو خلايا البشرة فلما البشرة هو هيتلق وحاصة البشرة الجيفة يعني كل ما يدخل كل ما يدخل كل ما يدخل يعمل نضارة للبشرة عبارة وكمان بيعمل مساج بس هو كده بيفتح المسام عشان يدخل جوها صح؟ صح صح انا شطرة؟ شطرة تعالي اشتغل يا معنوعية وان شاء الله الاستاذة نجلق النواردة يعني قامت بالواجب صح مرشا اصلاه مش اسيبك اصلاه مش اسيبك انا طبع استاذة الرحمة احنا بنشكر حضرتك مرسي وان شاء الله حالتك عادة معنا فترة نستطيعي في حالك تاني ان شاء الله وان شاء الله تقدمنا كل ما هو جديد في علم التجميل يا ريتك تشرفينا تاني يا دكتور يا رحمة ان شاء الله مرسي وصراحة حلقة جميلة وشيقة جدا واستمتعنا معاك وبرضو يعني هنجهزلك اسئلة كتير جدا وهنتواصل معاك وهنجيبك تاني يا دكتور ان شاء الله مرسي ان شاء الله ان شاء الله مرسيلك واستاذ ربنا يخليكم تسبح على خير يا دكتور اهنا طبعا كان معنا خبيرة التجميلة الأستاذ الرحمة بدورة تونس فاصل وانواصل ان شاء الله وارجعني وحضركم من تاني ومعنا الأستاذ محسن عليوة أمين العمال بالحزب حموات الوطن أهلا بحضريك أستاذ محسن أهلا بك أستاذ محسن نورتنا النهاردة أهلا بك أهلا بحضرتك شكري جدا لحسن الاستضافة ربنا يخليك أستاذ محسن دلوقتي عايزين نسأل شوية أسئلة كده هو عن دردش سوا مع وعدها هي مش أسئلة هي شوية الدهشة كده سوا مع وعدها ايه هو دلوقتي دور المواطن والعمال في الهيئات الوطنية بخصوص بخصوص مواجهة الشبهات اللي بتحصل والمؤامرات والحاجات اللي بتحصل في البلد أولا كل سنة وكل المصريين دي خير حضرتك شهر اكتوبر العظيم اللي حصل فيه أحسن وأعظم انتصار للإرادة المصرية والشعب المصري وجيشنا البطل بنهني كل الشعب المصري شعب وقيادة وأجهزة تنفيذية بنقول لهم كل سنة والطيبين وإن شاء الله من نصر لنصر أما بخصوص حضرتك بتتكلمي على الشائعات وما يحاك بالوطن المصري الغالي دور المؤسسات ودور الأجهزة ودور المواطن سواء كان عامل في مصنعه أو في مكانه أو شيخ في محرابه أو قص في كنسته كل مواطن مصري سواء على أي مستوى يجب أن ينتبه في هذه المرحلة الخطيرة اللي بتمر بمصرنا الحبيبة لما يحدث من مؤامرات من الخارج اللي مش عايز مصر تقف بس مصر هتقف لأن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا البقاء مصر عظيمة ولدت عظيمة ولن تنتهي لأن مصر قبل أن تقوم الحضارة قامت مصر بفضل اللي علينا الحمد لله بفضل اللي علينا طبعا أن إحنا الدور اللي يجب على كل إنسان يعمله أنه يكون واعي جدا للي بيتقال كمان وما يخدش معلومة غير من المصادر الرئيسية عندنا جهاز إعلامي موجود في مصر بيرد على أي شبهة أو أي إشاعة يجب أن إحنا نكون يقذين جدا لأن المرحلة دي كل اللي بيحاولوا يحطموا مصر بتتحطم أحلامهم على صخرة سمود وقوة وتماسك الشعب المصري ووقوفه مصطفا خلف القيادة إحنا بنؤمن بأن القيادة الموجودة بتقودنا إن شاء الله للخير وأعتقد اللي ينكر اللي مصري فيه دلوقتي يبقى جاحد الحمد لله طبعا الحمد لله إحنا وقفنا على رجلينا الحمد لله إن كان فيه بعض الغلاء ده طبيعي جدا أي شعب ينهض لابد إن إحنا وإحنا عارفين اللي إحنا هنمر بالمرحلة دي وإن هنستحمل بالظبط عشان خاطر لا عشان خاطر الأجيال اللي جاية لابد إن إحنا نبني الناس اللي بتزعلوا اللي عمالين يتكلموا على الكباري لا أي مستثمر جاي البلد دي تمام عشان يستثمر فيها أمواله أول ما هيجي بمعداته بأجهزته ويجي يمشي في الطرق والشوارع ويلاقي الطرق مكسارة أو مش مههدة وبياخد وقت كتويل هأخد حاجاته ويمشي هأخد حاجاته ويمشي هأخد حاجاته ويمشي فالبنية التحتية التحتية البلد أساسية جداً في جاسب رؤوس أمواله وجاسب استثمرات إذا كنا هنتعب دلوقتي إحنا هنرتاح بكرة بس ففي حريطة كنت حريطة كتبت في جريطة العمال كان في مكالة بحريطة كتبت فيها الرئيس الإنسان والعمال آه تمام آه يعني أنا لما سيادت ريس كان بدأت الأزمة بتاعة كورونا آه كل دول العالم كانت عايشة في رعب وإحنا برضو كنا عايشين في رعب وكل حاجة ولكن رؤساء الدول الأخرى كانوا بيخرجوا على شعبهم آه مفيش حتة البشارة مفيش حتة الابتسام لأ كانوا طالعين يعني طالعين الرجاء تماماً ومخوفين الناس رئيسنا كان خارج علينا بيطمننا بيطمن وبيبعت رسايل طمأنة والأحسن من كده إن في دول كتيرة جداً 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 سرحت قامت الكثير والكثير من العمالين للعمالين للعمالة إحنا في مصر متأثرناش بدي لأن الرئيس كمان عوض العمالة الغير منتظمة اللي هي يمكن أكتر ناس تضررت لهم العمالة الغير منتظمة فعوضهم والقرار من ثلاثة أيام قال لا تستمر بدل المنحة ما كانت ثلاثة شهور لا تبقى لحد آخر السنة السنة يعني في لحد ديسمبر فده يعني شيء كويس جداً ده كرم منه طبعاً كتبت أنا وقتها إن المشهد اللي حصل لما كان سيد الرئيس بيمر على الكبري العاملين في الكبري اللي عند بالضبط عند رابعة العدوية أيوة فاتكلم مع الملاد لما لقاهم مش مرتدين لبسين كمامات كمامات قالوا فين كمامتك قمر بالكمامات وطمأنهم وده برضو يعني بيبعث بطمأننا للناس وطمأننا يا جماعة إحنا معاكم آه ممكن نتعب عشان محدش يجيقول إحنا بنطبل وفوستوك برضو وفوستوك وورا بلدي وحميها أحسن مخرج بره واشتمها يعني بلدي لا طبعاً بلدي اللي هي بتحتويه أنا عارض وورا منجول مش معارضة نعمل معارضة بناءة أنا مقصولت حالتك أنا حالتك حتى لو في أي حاجة أنا شايفها بالنسبة لي آآ مش حلوة ممكن أتكلم بالضبط كده بس في مكاني وانا قاعد في مكاني لأ وتتكلم بالاسلوب اللي يليك ببلد طبعاً طبعاً أنا مش باهدينها بص أنا ممكن أمتقدك إنما أنتقدك النقد النقد البناء اللي هو إيه ما يديش فرصة اللي يبني ما يهدمش اللي يبني ما يهدمش اللي يبني ما يهدمش لذلك أنا كان ليه حتى تعبير دايماً أقوله كن يعني أنت خليك معوة بناء ما تبقاش معوة الهدم لا طبعاً اتكلم لصالح البلد أنا لما أجي النهاردة أشتم في في قياداتي طب ما الغرب والمستغلين مش الغرب بس الناس اللي بتستغل أي حاجة هيقولك أهوب الشعب لكن أنا لا ده أنا بحب بلدي وبحب قيادات بلدي وبحب جيش بلدي وبحب تراب بلدي طبعاً طبعاً أكيد كلنا بنحبك بس أنا كان وجهة نازل أنا بقول لحالك عندي الشفافية في الموضوع دوت طبعاً اسمع للرأي والرأي والرأي والآخر طبعاً هو ده النجاح بالضبط إحنا لو ما سمعناش للرأي الاخر لو القيادة ما استمعتش للرأي الاخر أخذ بالحضرتك العملية هتفلك طبعاً لكن إحنا لما نكون بنستمع في حدود اللي هو إيه الأداب العامة طبعاً أنا بتكلم بتكلم مع قيادة بتكلم مع رئيسي في العمل لابد أن أنا أكون عندي اسلوبي في العرض وفي الطرح اللي هو أنا أسف ما يتخدش عليك مواطن مصري المصريين محترمين طبعاً المصريين هم وخصوصاً بقى العمال مثلاً اللي أنا بمثلهم في المكان كل أنا بمثلهم تمام أنا عارف العمال هم أغلى عنصر بشري في أي مكان في مصري بالذات العامل هو اللي تحمل ما شكوا كل حاجة تمام العامل هو وقود السوهرات العامل هو انت تفرج إن شاء الله بكرة إن شاء الله على عمال مصر وهم جايين يقولوا في احتفالية أكتوبر المقامة عند المنصة إن شاء الله هم بيقولوا للعالم كله قادي الشعب المصري مش اللي بيشتموا انت لما تشتم بلدك انت مش كويس لا خالص انت مش كويس تشتم بلدك ازاي انت لو ليك انتماء ليها مش هتشتمها انت تيجي وتقعد فيها وتقول رأيك اختلف بس في نفس الوقت الاختلاف في الإطار المحترم اللي ما يخرجش بينا ما الرئيس برضو بيسمع قرقنا وبيشوف ايه اللي الدرر لينا وبيصلح زي برضو التصالح بتاع التصالح دا وقت وصل الحد كده معين سيادته اتدخل وأنا بقى من المكاني ده بقول ياريت الأجهزة التنفيذية تنفذ بقى الرئيس يعني الرئيس بيقول القرار او المعلومة اه ما بيقولكش نفذها ازاي نفذها انت بقى بالطريقة بالإنسانية وبحيث ما برضو اكيد اللي ما تتخذش عليها بطرق كل واحد تريق بي يعني كل مؤسسة لها اعدادها ولها كده لازم لازم يعني يبقى عندنا عند التنفيذ دبلوماسية التنفيذ طبعا يعني انا اه انا اسف يعني الرئيس والمؤسسة مش فضيين للامور البسيطة دي احنا مصر بتواجه تحديات عظيمة جدا مفيش في تاريخ مصر مرحلة اتعرضت البلد دي لمخاطر مخاطر وتحديات زي اللي احنا بنتعرض دي خلينا اسأل حاجة سؤال تفضل الارهاب نعم تحديات الحاجة برضو كنت كتبت رور حاجة زي كلا والله انا اقول ساعتك حاجة الرئيس برضو من حوالي شهر ونص او شهرين تقريبا تمام اتكلم فقال ان الفساد اخطر من الارهاب الفساد في الحياة العظومة في الحياة العقومة بيبقى خطر وعظيم جدا جدا واخطر من الارهاب اما الارهاب اللي هو الارهاب المسلح اللي بيحاولوا يصدروا لينا بنعرف ان يوصلوا عشان نخاف لأ الحمد لله شعب مصر ما تكتبش في تاريخه انه شعب جبان الحمد لله ولادنا اللي بيوقفوا على الحدود يحموا صغور مصر وحدودها ومقدمين حياتهم في دا لهذا الوطن اللي هم حماة الوطن الحقيقيين اللي على الحدود في كل مكان هم دول تعظيم سلام ليهم تعظيم سلام لكل جندي حقيقة كل جيش المصر الجيش والشرطة والشرطة كل حاجة فيها ايرور بسيط انما في النهاية دول بيحمونها انا بيبقى نعم في بيتي مطمئن عشان في جيش بيحميني الجيش اخويا وأنا وابن عمي وصحبي بالضبط ازاي يا استاذ محسن المواطن يحصل على المعلومات الصح اللي هو يتجه فيها عظيم للاتجاه الصح وما يتجهش للاتجاه الغلطة عظيم عظيم جدا السؤال له ومهم جدا في المرحلة دي احنا كل يوم بيتصدر لنا شائعات بالضبط خطيرة جدا بيحاولوا بيها زعزعة الاستقرار وبس الروح اليأس في المواطن المصري بيحطمونا داخليا كده ايه اللي احنا نعمله نتعامل ازاي نتعامل ازاي اولا ناخد المعلومة من مصدرها الرئيسي بالضبط اذا كانت معلومة عسكرية فعندنا متحدث عسكرية بالضبط اذا كانت معلومة امنية عندنا متحدث للامن اذا كانت معلومة تخص الشارع والقرارات عندنا قنوات تلفزيونية محترمة بتنشر الحاجات دي بتقول الشائعة وبتعمل الرد عليها اللي هما بيختلقوا الشائعات كل ساعة الشائعات دي عاملة زي معاول الهد بتهد انما احنا عشان نتسلح نتسلح بحاجتين العلم والسؤال اسأل مين اسأل اللي هما المختصين والاجهزة المعنية بالامر انا مسمعش لأي واحد مش اي واحد يقول اي حاجة لا اكيدا مش اي حدا يكلمني كم الله يفتح والاعلام برضو قيم بدوره على الاكمل وجه في صراحة ربنا طبعا ودور الاعلام تنويري وتسقيفي ودوره في المرحلة دي مهم جدا احنا مش عايزين اعلام القصارة احنا عايزين الاعلام الهادي الهادي اللي هو يبني لان بقول لحضرتك التحديات اللي بتمر بيها مصر لم يعني انا مش عارف حظ القيادة الموجودة النهاردة تحديات من كل حد راجل بيدير الملفات بعقلية محترمة جدا سايب الشأن الداخلي اللي احنا جابها الداخلية بزا احنا حماة هذا الوطن حماة الوطن كل فرض فينا حامل هذا الوطن طبعا انت في بيتك وانا في مصنعي والتاني في شركته الامة في بيتها كل واحد مسؤول على رعيته كل واحد مسؤول على رعيته بزا ما نديش فرصة لخففيش الظلام انها تظهر وتباوز اللي احنا بنعمل وتباوز اللي احنا بنعمل صدقني ان شاء الله الخير قادم بإذن الله بفضل افنك اه بزا اللي التحدي هذا سيد محسن بنلاحة يا جاكري يعني ايه بتتلعلينا كده من الهوة زي ما بقوله تمام ارهاب مش بمثل في كمة الارهاب لا ارهاب الكلام الارهاب الفكري اه الجيل الرابع تمام الحرب دلوقتي الحرب دلوقتي أصبحت حرب إلكترونية كتايب إلكترونية قاعدة يعني انا النهاردة مثلا قريت التحقيق في اليوم السابع عن تويتر تويتر شغال على مصر تويتر اه اه شغال على مصر النهاردة وعمال يتكلم ليه يا باشا ياللي بتتكلم انت مأجور انت لو طبيعي اظهر باسمك الحقيقي وتعال لا نقشني ونقش اي مصري هيقولك احنا مززعلانين يا اخي احنا اللي في مصر مش انت زعلان عشاننا ملكش داع احنا بنحب بلدنا بنحب بلدنا وصدقني في برنامج من سنة 2017 او 2018 كنت بتسئل عن حاجة معينة في مرتبات وأجور بعض الفئات في المجتمع المعملين اوه فردت قلت احنا على استعداد نشتغل ببلاش على استعداد نشتغل ببلاش عشان البلد دي البلد دي قدمت لنا كتير احنا تعلمنا مجاني وقفنا على رجلنا مجاني وما زلنا بنتعالج وما زلنا بنتعالج يعني بس في فئة عندنا برضو ما عنداش الوعي اللي حرارك بتتكلم عليه ده دور المؤسسات ودور الاعج فبالتالي بيحصل تزمر في وسطهم تمام فما التزمر ده عاوزين وعي ليهم يعني زل حالتك بتتكلم دولتنا حالتك معينا اكيد في كل مؤسسة احنا محتاجين حد يقعد يتكلم مع الناس دي الناس دي ما عنداش وعي كافي ان هي تقدر تتلقى اللي حبيب بتقوله ده دور ولازم كمان الاعلام برضو يخاطب العقول كل العقول اللي دي رسالتكم اه الاعلام لازم يخاطب كل العقول برضو تمام تمام يعني انا شايف ان السؤال ده يعني عشان يتجاوب عليه صح محتاج ناس متخصصين اكتر مني في الحتة دي وفي نفس الوقت محتاج مساحة وقتية كبيرة وقت كبير احنا مفروض يعني انا كنت قاعد مع احد المسئولين اسبوع اللي فات فبقول له فندم والمسئول ده كان قيادة يعني قيادة مخابراتية محترمة جدا تمام فبقى اقول له يا فندم مفروض ان احنا نبدأ ندرس من كي جي وان واخدلك الامن القوم المصري عشان الولد الطفل الناشئ الصغير على ما يوصل سن السنوية العامة يبقى مستوعب يكون مستوعب عنده استعباب خلي هو يبقى متشبع بالحالة بيقوله تمام بس يعني مرحلة حتى لا 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 هو من السرع عارف الالعيب انا مقصودش اقول ان احنا نبدأ مرحلة ده ايه ندرس للغلام الصغير عشان ندرس له ايه ندرس له يعني ايه الامن يعني ايه بلدنا يعني ايه الخيانة يعني ايه كل المرضودات السلبية نعلمه الايجابيات بتاعتها لما يخرج ويكبر ويبدأ يحتك بالعالم الخارجي ويبدأ يقرأ يبقى قادر يفني يبقى عنده اه التفميذ الله وقادر يرد على عارف ايه الصح وايه الغلط بالظبط كده يعني هيفهم ويحدد ده ايه ده صح وده غلط انا لازم اتعلم ولما يقعد قدام الترفيزيون يبقى فاهم ده بيتكلم صح وده بيتكلم صح الله ينور عليك افرد دلوقتي انا سايبة ابني حفندم قدام الترفيزيون من المحطات اللي بتاكل دماغ الناس دي تمام هو الولد مش فاهم دي محطة ايه بالظبط كده لو هو عنده هو بقى عنده ادراك هيفهم بالظبط كده انا بقول يعني لو كانت الدعوة انا عايز اقولها صح احنا مفروض نتعلم كلنا يعني ايه امن قوم ويعني ايه حب مصر حب مصر بص مصر دي انشودة لا اهيه انا بتكلم حاليك حب مصر يعني في بعض يعني مش عايز اتكلم عليهم في بعض انك بيدسوا كلام تمام في التكريه في اسم مصري نفسه في الاسم تمام ودي طبعا لا انا اختلف اتفق بس ايه مصر اه مصر لانا ولا انت هنقدر نديها حقا طبعا الله عز وجل قال قال في القرآن ادخولوا مصر ان شاء الله ان شاء الله امنين مصر ذكرت في القرآن صراحة في خمس موابع وذكرت اكثر من ذلك بالتلميح تمام مصر خطع على ارضها اه تقريبا كل الانبياء مصر كانت بشارة المسيح وسيدنا موسى وسيدنا يوسف خدها خزائن الارض قالوا على خزائن الارض اجعلني على خزائن الارض اني حفيز عليم انا عايز اقول لحضرتك مصر محدش يتاجر بيها اللي بيرد عن مصر كتاب ربنا وسنة نبينا نبي صلى الله عليه وسلم انجلنا وكرآننا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بيرد على ايه مشكلة بس الفكرة بتاعت حضرتك ده برضو تنمية الافكار بتاعت الاطفال الصغيرة هم هيكبروا عليها وهيبقوا مدركين هم يعني هيبقوا مدركين الدنيا فيها ايه وهيبقوا بصين عارفين ايه الصح والغلط وده اللي انا بقصده ان انا انا اسف يعني النهاردة في ظل الصورة التكنولوجية اللي موجودة الولاد والاطفال الصغرين يعني بيمسكوا التليفون تسعين في المية من الوقت انا عندي اولاد لا انا عايز بقى اديهم في المنهج بتاعهم زي ما احنا كنا بناخد حاجة زمان التربية القومية ايه طبعا يعني ايه نعرف القومية العربية ويعني ايه نعرف الرؤوساء بتوع سناخل نفس سنوي النهاردة لو سألت واحد في سنوية عامة مين وزير كذا هيقولك معرف لا طب ما احنا نيجي بقى نصقفه من بدري على الحس الوطني والامن ازاي احمي بلدي ازاي احمي بلدي ازاي احمي بلدي الامن العام والامن القومي ان ايه الخطوط الحمرة في حياتنا اللي ما نقربش منها لما يجي واحد اتكلم فيها ازاي هترد على واحد معتدي لو انت ما عندكش المعلوم لو انا دلوقتي بكلمك في امر انت تجهله مش عارف ارد هقدر اغسل دماغك انما لو انت متسلح بسلاح علم وده انا معلم ولادنا الحاجة دي عشان كده بقى الحركة لك جملة مشهورة اليقظة يا شعب المصر انا قلت في برضو انت كتبت كده وقت ما اعلن الاتراك مش عايز اقول الاسماء الاتراك لما اعلنوا ان هم هيدخلوا ليبيا عشان خاطر ايه قبل ما الرئيس يقول لهم ده خط احمر وكده لزاك تمام كانوا بدأوا او هيبدأوا يلعبوا في الشارع المصري ظنا منهم ان الشعب المصري ممكن يتخلى عن دوره في الاستفاف خلف القيادة احنا دورنا ان احنا بنصطف حوالين القيادة طالما القيادة ماشي بينا للخير تمام احنا في ساعتها كتبت قلت اليقظة اليقظة يا شعب المصر يعني فوق خلي بالكم من الاعبهم هيبدأوا يرواجوا في الشعاعات هيبدأوا يقولوا كلام على ما تتحقق منه وتاخد وقت لا ارمي نفسك في خدمة اعلامك السليم لان في برعض الاعلام برضو في مصر بالاسف الشديد يعني ضرروا اكتر من نافعه لا خليك مع الاعلام الواضح التلفزيون المصري اسمع منه واسمع من علماؤه وفي الاخر خالص هتوصلك المعلومة الصح وما تنسقش ورا اي شائعة اللي هم عايزين بصراحة هم متغازين او مننا احنا بنتقدم بسرعة وباللم نفسنا بسرعة واي بلد خرجت من ثورتين بتقعد زمن على ما تقعد احنا الحمد لله بدأ انا الليم نفسنا في بعض التعب شوية وبعض المعنى شوية لكن ده طبيعي جدا طبيعي جدا في اي مرحلة احنا بنعمل والله انا انا راجل ساكن في مدينة مصر اه كنت بتعب جدا في مشاويري عشان خاطر اروح انا النهاردة تقريبا بلد في القاهرة كلها في دقايق اه بصراحة اللي بيتكلم اللي مش عاجبه الكباري ما يستخدمهاش يا عام براحته احنا طبعا احنا النهاردة صادنا جدا بحضرتك يا اساس محسن وكان لقاء شايد يبدا وصهرناك معنا بس معلش واتمنى ان حضرتك برضو تشرفنا تاني وتالت ونقدر يعني نوعي الشعب المصري وفي ثانية كده حالكت يعني تنسح ايه الشعب المصري او الاستاذة مشاهدي او انا بقول الاستفاف حولين القيادة انا قلت الكلام ده بس بلقص كلمتين الاستفاف حولين قيادة نمرت اتنين اخد المعلومة من مصادرها السليمة نمرت ثلاثة اصق في قيادتي انا مش شايف في امور انا وانت مش شايفينها هما شايفين احسن مننا ان هما بيحكموا البلد انا بشكرك استاذ محسن بشكرك مجلاء عزائي المشاهدين ساعدنا بلقائكم جدا ويا رب كنوا اسعدناكم وما كناش تقال عليكم تصبحوا على خير شوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله عليكم السلام